اشتركوا في القناة في كتير اسباب للسرطان نقدر نحددها ونقدر نتفديها بس كمان في اسباب للأسف ما فينا نحددها وهذا منقول انه صار معه المريض السرطان بلا ما نحدد كيف من الاسباب الرئيسية اللي لازم دايما نشدد عليها هي الوقاية في عنا كذا نوع وقاية يعني مثلا الدخان اليوم يلي ما بيدخن عنده الريسك بخيف فوق ال 95% من انه يعمل سرطان رئة لانه اغلبية سرطانات الرئة مرتبطة بالتدخين فالشخص الما بيدخن نسبة انه يعمل سرطان رئة ضائلة جدا زيت الحكي مشان سرطان الانف اذن حنجرة لما الشخص ما بيدخن الريسك بيخف كتير وهكذا دواليك فإذا الدخان اساسي يعني نحن عنا قوانين للأسف ما منطبقة بالتدخين بالاماكن العامة ولكن لازم نشدد على هالنقطة لانه الفاتورة الصحية لمرض السرطان فيها تخف كتير وفي ناس فيهم ما يعملوا سرطانات مشان هيك منشوف بالدول الاوروبية اليوم نسبة سرطانات الرئة عم بتخف بالمقابل بدولنا الدول العربية وبلبنان هاي دي النسبة عم تطلع بشكل مخيف يعني من الالفين وخمسة للالفين وعشرين زيت تقريبا دوبل وهيدا الرئة من نهيين طبعا للسرطانات الرئة في غير أسباب بينتهم الانفيرونمان والبيئة اللي عايشين فيها مثل اللي شفناها مبارح مثل الكارسة البيئية اللي شفناها مبارح أهالي بيروت مليونين نسمة ما منعرف شو تنشقوا وقدير رح يبقوا بالجو هاللمواد وشو بدون يتحولوا فإذا كل هولي الأمور على المدى الطويل بدأت أسر سلبا يعني عم بيصير عندنا كوارث بيئية من انفجار اللي صار قبل شهر للحريق اللي صار مبارح فكل هولي الأمور فيهم يأسروا سلبا يعني هولي من العوامل المرتبطة بالبيئة والنفايات وتلوص البحر وغير وغير يعني كل هولي بتفوت ضمن إطار يلي بيعيش مثلا ببيئة نظيفة مثل البيئة الأوروبية النسبة أنه يعمل هالنوع من السرطانات المرتبطة بها البيئة يعني أكتر شي عم نحكي عن الجهاز التنفسي طبعا لأنه نتنشأه نعم يعني هيدا اليوم الكلام مواجه مباشرة لكل المسؤولين عن هالموضوع بالدولة لأنه ما بقيا يعني ما بقيا حمال يعني واضح أنه والأرقام والعلوم بتقول أنه عم بتزيد نسبة السرطان من جراء الأمور أصبت وعنا نوع سرطان في لبنان بحب أحكي عنه يعني نحنا نمبر وان بالعالم وما كتير عالم يتبه هي سرطان المبولة أو الفيسي يعني تخيالي أنه نحنا نمبر وان طلعنا بال2018-2019 من نسبة هالنوع من السرطان لأنه مرتبط طبعا بالدخان أولا وتانيا مرتبط بفاكتورات بعد لليوم ما قدرنا نحددهم بيناتها البولوشن فغريب جدا أنه ليه بلبنان عندنا هالنوع اليوم عم نعمل بالجامعة دراسات كتير معمقة نقدر نحدد هل في سبب جيني كمان أو خلقي عم بيسبب أنه نسمة سرطانات الفيسي أو المثاني تكون أعلى من غيرها؟ ليه مرتبطة بالدخان؟ وهل المياه أو تلوس المياه ممكن يكون علاقة مباشرة بسرطان المثاني؟ هذه نقطة مهمة جدا وعم نرائب أنه هل المي اللي عم نشربها لأنه عم بتكون خلابيتها بالحنفية من مصادر غير نظيفة هل معقول تزيد هالنسبة؟ طبعا أنا بعتقد إلى دور مهمة المقلتي وزيادة عليها التباة أو الدخان هني عم بيسببوا ارتفاع هذه النسبة لأنه أول شي بنا نعرف أنه الدخان بيسبب بالرئة لأنه عم نتنشأة بس طبعا في جزائيات من الدخان كانت بتقطع بالدم وتعمل ديبويات بمحلات معينة بالجسم خاصة بالجهاز اللي المثاني لأنه هوني كي بيصير فيه استاغنسيون للبول اللي عنده جزائيات مهمة من اللي منتسربه من الدخان حياتنا أو نمط حياتنا يعني اليوم فيه أمور نحن ما منقدر نغيرها للأسف يلي هي هالأمور الربئية ما كان ساكنين فيه حد معايمي للأشياء الكيميائية والزوء وغيره يعني هؤلاء أمور يمكن صعب على الإنسان يغيرها بس هو الأشياء يلي بحياته بيقدر يغيرها كنمط حياة أو أشياء يزيدها أو أشياء يخففها ممكن تكون عم بتساعده لتفادي هيدا الموضوع حكينا عن الدخان في عنا نمط الغذاء طبعنا الغذاء بده يكون إكيليبري يعني بدنا نجرب نبعد عن الدهون عن المقالي يعني دجا حكين كذا مرة أنتوا بحلقاتكم شو هو النظام الغذائي المظبوط لأنه منلاحظ الأشخاص اللي عندهم بدانة معينة أو بيأكلوا دهون وزيوت بكميات كبيرة معرضين أكتر من غيرهم أنه يعملوا سرطانة حسب دراسات؟ طبعا طبعا عم نحكي حسب دراسات فهذه النقطة مهمة جدا الشي اللي لازم نحكي عنه هي الوئية لأنه اليوم في سرطانات إذا منتوقع نعمل فحوصات دورية منشوف طبيبنا سياتا ممكن نحمي حالنا من هذه الأنواع من السرطانات عشان هيك عم نشوف بعياداتنا مرضة عم توصل لعننا مع أدفانس تيتش كنسر يعني وهيدا شي طبيعي لأنه تخيلي أنت المرأة اللي كان عندها ماموغرافية تنقول بشهر واحد أو بشهر اثنين بشباط من وراء الكورونا أجلتها أربع خمسة شهر بهالفترة اللي عم نأجل فيها عم نحكي عن الماموغرافية بس هنا نحكي عن بقية الفحوصات مثل الناظر وهيكي العالم عم تتفادى إذا ما في شي ضروري إذا ما في سيمتمز أنها تروح على المستشفى وهون للأسف بهالفترة مش لازم نهمل الكشف المبكر طبعا رح يكون في حملات هلأ رح ترجع تطلقها مثل ما بنعرف بشهر الجاي بشهر اكتوبر يعني هو البينك اكتوبر وزارة الصحة نرجع نحمس النساء يعملوا الماموغرافية والإيكوغرافية بشكل دائم بشكل مرة بالسنة حسب الوانين اللبنانية ابتداء من عمر الأربعين لأنه بهالطريقة فينا نخفف كتير النسب السرطان اللي منكتشفها عند النساء بشكل متقدم منكتشف بس عن بكير بشكل مبكر وهون فيه شانس كبير أنه المرة تشفى دونك ضروري نقول لكل السيدات ابتداء من عمر الأربعين مرة بالسنة لازم يعملوا ماموغرافية حتى في ظل الكورونا مش الكورونا بدأت خلينا ما نهتم بصحتنا أو نهرب أننا نروح على المستشفيات أو السنترز لأنه عم بياخدوا بالمستشفيات والسنترز وخاصة بها المراكز كل البريكوشنز الضرورية والإجراءات الضرورية لمنع انتقال الكورونا بس دكتور خلينا نوضحوني شغلة نمط الحياة ممكن يخلينا نتفادى بشكل كل هالسرطانات خصوصا إذا نحن ما عنا تحضير جيني لها الموضوع ولكن الكشف المبكر بيكون يمكن موجود ولكن ببداية بدايته وهون يمكن نتفادى علاجات معينة يمكن نتفادى جراحات معينة عمليات وغيره وعلاجات كيميوية اللي العالم كتير بيخافوا منها طبعا إذا منكتشف المرض بستيج وان يمكن نقدر ما نعطي للمريض علاج كيميوي لما يكون بستيج ثري أو فور صرنا مجبورين نعطي كيميوي عملية جراحية بسيطة فيها ستة شفا لما يكون عندها تيومر بالسادي حجمها مش كبير مش بس عم نحكي عن سرطان السادي طبعا عم نحكي مثلا خلينا نقول عند النساء شو هنال الفحوصات اللي لازم نعملون أكيد المامو إيكو ضرورية مش لازم ننسى عن الكولونوسكوبي أو النظور هيدا الفحص أساسي جدا لأنه عم نشوف كتير سرطانات الكورون أو المصارين بلبنان وعم بيجوا بشكل متقدم جدا للأسف عند اتنين يعني أكيد عند الرجال والنساء فعند الرجال والنساء ابتداء من عمر 45 دراسة أمريكية جديدة كان قبل العمر 50 هلأ صارت 45 لازم يبلشوا يعملوا النظور بشكل دوري نعمل النظور على الخمسة وأربعين أو الأشخاص اليوم عندنا أزمة صحية وأزمة اقتصادية المشكلة أنه مش كل العالم قادرة تدفع حق نظور في ناس بدأت تعمل أولادة قبل ما تعمل النظور نتفهمهم ففيه كمان فحص خروج يعني هو الفيت تاست يعني هو دي بيستاش بعض الدول الأوروبية تلتزم فيه تنشوف إذا فيه دم بالخروج وبهالطريقة إذا نيجاتيف نرجع منعيده بعد سنة أو إذا بوزيتيف نعمل النظور دكتور هامبي كوريا شكرا لها التذكير وأكيد منرجع منقول أنه دايما الكشف المبكر هو أكبر وقاية وأكبر هيك تفادي لمشاكل صحية ممكن تكون أكتر بكتير من ما نحن من القطاع بالأول شكرا لك برايكم نرجع شكرا لكم